بسم الله الرحمن الرحيم من الحاجات المهمة اللي ناس كتير أو تطلبها عايزين يعرفوها ومحتاجين ان هم يعرفوا ايه هي مؤشرات الأداء في مجال ما في الفيديو ده هنعمل جولة في احد المكتبات الانلاين KPI MEGA LIBRARY ودي عندهم 17000 KPI free online تقدر تعرفهم بسهولة جدا طبعا صاحب المكتبة دكتور رشيد بارودي وهو أحد علماء الإدارة العرب اللي عامل الموقع ده بإذن الله تبارك وتعالى أول حالة كده هجيبك من الأول وانت بتفتح الجوجل هادي أقول لك اكتب KPI MEGA LIBRARY طبعا أنا بالنسبالي كنت لسا تلحق شوية هفترض ان انت مش كتبها فانت تكتب كده MEGA LIBRARY سهولة جدا هتطلع لك أول اختيار معك ستبدأ تروح فاتح الموقع هو مقسم ال KPIs لثلاث أصناف الصلف الأول هو Organization KPI وهو عايز يقول لك اللي هي الأماكن ال Organization اللي هي الكتار الخاص أكتر وفيه جزء Government KPI وفيه جزء التالت International KPI أول نقطة هنشوف بس هو مقسم الدنيا هنلاقي أنه هو مثلا في ال Organization عنده أقسام مختلفة Agriculture Banking Communication Compliance Construction طيب ناخدهم كله واحدة وواحدة عنده اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عداشر اثناشر تلاتاشر عداشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تصنيفات فرعية زي الغياب وتحتي compensation التعويض لو في يعني أوقات انت سهرت فيها أو كده أو تعويضات انت محتاجها تنوع بيئيس بقى التنوع بنئيس العلاقات الناس الموظفين مع بعض بنئيس الريضة بتاع الموظف بنئيس شوف تصنيفات كبيرة قوية طبعا وضح انه جدا جدا في مجال HR فيه KPIs مش قليلا يعني فيه وكذا فانت بتطلع من التصنيف العام للجزء الخاص ومنه بتدى تاخد المؤشرات اللي موجودة يعني مثلا عندك هنا في الغياب اللي هو موجود الـ الموجود في الـ موجود الـ طبعا نستخدمها ازاي يعني دي اجتهاد مني سهولة جدا تروح هعمل زي screenshot واخد دي الجزء ده عايز تاخد بقى الجزء كله وعايز تاخد الجزء ده بس ودو كده طبعا بعدها تبدأ بقى تبحث عنه بسهولة وبيسر من خلال الـ KPIs يعني من خلال ممكن ندخل كده بسرعة كده على جوجل فورب على جوجل ونكتب مثلا الـ compensation compensation احنا بس بنقول لك ان مفتاح الموضوع انك تاخد الـ KPIs من هنا وتدد تحطه على جوجل هتلاقي بتطلعها الـ KPIs تانية وتعلعها الـ KPIs بتاعتها وتدد تشتغل بطريقة جميلة جدا وبسهولة وتدد تتعرف على كل مشروط الأداة اللي موجودة عندك اذا انت تبدأ المجال العام المجال الخاص تاخد منه screenshot من KPIs اللي موجودة داخل الـ KPIs ده او تصنيف الخاص وكده انت عرفت KPIs اللي موجودة في المجال اللي انت محتاجه تبدأ تبحث عنهم باسم تبدأ تبحث عنهم واحدة واحدة وبسطلع الفورمولة بتاعتها تكتب related KPIs ومنها تبدأ تخرج مجموعة كبيرة جدا من KPIs او مؤشرات الاجتماعي دي اول حاجة اللي هي الـ تالي حاجة الـ طبعا هنا دخلنا بقى في التعليم وفي الانرجي يعني منتكلم على القطاع العام وعلى KPIs اللي موجودة في المجال العام اللي مفروض يعني هيكون فكرة الربح فيه فكرة يعني ليست في المرتبة الاولى بل المرتبة الاولى هو تقديم الخدمة للشعوب او المواطنين نيجي بقى اخر حاجة international بقى بيكلمك عن children عن القروض عن الاقتصاد عن التعليم بصفة عامة في الانظمة العالمية عن عن كل دي حاجات موجودة انت من خلال التصنيف العام بتاخد التصنيف الخاص ومنها بتطلع المؤشرات عشان طبعا الحاجة زي كده تعمل الاسمديجة بالاخر عشان تبقى كل الصورة قدامك واضحة وبكده بتعرف تطلع اي KPI من ما يسمى من KPI Megalibrary وتطلع المجال اللي انت تشغال فيه وتخرج منه بأهم المؤشرات اللي في مجال عملك بإذن الله تبارك شكرا لحضرتكم أرقاكم في فيديو بديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته